من ذلك الإعلاء الوهمي للذات أن يأتي جماعة فيرعون أنهم أفضل من الآخرين قد يكونوا النازيين في ألمانيا قد يكونوا الهوتو في رواندا قد يكونوا اليهود أبناء الرب قد يكونوا المسيحيين المسلمين خير أم إلى آخره يعني من يبحث عن إعلاء وهمي للذات لن يتعب كثيرا للوصول إلى غايته ليه؟ لأنه وهمي أصلا فتجد من يتوسل إلى ذلك بفكرة الأصول والمجد العائلي ومش عارف إيه علشان جده كان قائد طابية طيب ممكن أبو قائد الطابية ده كان فران يعني إذا تتبعنا الخط أو إذا أخذنا بهذه الدعوة أو أنه الشعب الآري أعلى من غير أعلى ليه؟ طب قدم إيه للبشرية؟ آه قدمنا فلسفة الألمان بتوع القرن الثمنتاشر طيب وفي القرن الخمستاشر كنتوا فين إن شاء الله؟ ما أنتوا كنتوا تحت هجمات الفايكينج أصلا وطب طول التاريخ ده ما هو كان ابن سينة بيكتب وكان الغازي بيكتب وكان الشعراء العرب بيشعروا وإنتوا في في العين الحمئة يبقى إذن هو ما فيش تفوق نوعي ولا حاجة بس دي مرادلة منطقية لا يصبر أمامها هذا المتطلع إلى حالة الإعلاء الوهمي للذات زي برضو لما بنجي في حال المسلمين الآن بيقطعوا بعض في كل حتة إنما يبقى الحكم أنتوا خيروا أمة طيب يا سيدي ده مشروط يعني إيه مشروط يعني كنتوا خيروا أمة وخيرت للناس لما تعملوا كذا وكذا يقول لك لا لا إحنا نغير بقى في القرآن ولا إيه هو مش عايز يفهم زي الصعيدي لما يشوف نفسه أحسن الفلاح طيب أحسن في إيه يقول لك لا ما عندهمش قيم وتروح تشوف الفلاح شايف نفسه أحسن من الصعيدي ليه ما بيفهمش إزاي بس ما بيفهمش إزاي كانوا اللي فهموا البلد دي كتير منهم يعني صعيدة هو رفاعة طهطةو ده كان جاي من بورتو مارينا طيب أحسن ده كان جاي من كومباوند مش عارف إيه ده من قلب 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 الصعيدة هو هو مش بيفكر بالمنطق هو عايز يعلي من ذاته فيعمل نكتة بقى إنه أول ما روحت الصعيد كنت كبير فبقول لهم عاديين بقى في سامر كده فأنا طبعا ناخد على الإقاع السكندري ولا ده عمي بقى هقول لكم نكتة هبصين كده تقول لهم نكتة يعني قالوا طيب جول طيب واحد عمل مش عارف إيه الكلام بقى قلت إيه الناس دي طيب تضحكوش قالوا لأ عايز تضحك نضحكك عمك مش عارف مين كان يقول ولده روح ما تطلعش الحتة للنخلة الفلانية وهو التاني برضو يعني شقي فيطلع مش عارف إيه وفي مرة راح ويحكي وقعة كوميدية دي طريقة تفكيره لا يستجلب من الخيال صورة ذهنية عن جماعة آخرين وينتقس منهم لا لشيء إلا لإعلاء ذاته هو عليهم ودي طبعا محاولة باقسة يبقى قلنا أنه في مقابل الحركة المتحدرة لاستلاب النزوع الفطري في الإنسان إلى العنف وصب هذا التوجه في مسارات محددة مسيطر عليها تأتي آليات اجتماعية أخرى لتقوم بفعل مضاد هو الإعلاء الوهمي للذات فيرى اللي من قبائل الهوتو أنه هو الأفضل من التوتسي ويرى المسلم أنه أفضل من اليهودي بينما يرى اليهودي أنه أفضل من المسلم ويرى المسيح أنه أفضل من الاتنين ويرى الاثنان أنهما أفضل منه إلى آخر هذه الدائرة التي لا تنتهي ليس فقط في ثقافة معينة لأن تفوق الشعب القاري دي مش ثقافة بتاعت منطقتنا هنا المذابح الرهيبة اللي وقعت في رواندا بين الهوتو والتوتسي دي خارج نطاق الديانات الإبراهيمية أصلا أو الديانات الرسالية إنما هي موجودة في الإنسان بتتخذ الشكل المناسب للثقافة السائدة في هذه المنطقة أو تلك وقبل ما نروح للشكل اللي اتخذته في ثقافتنا لازم نشير لي شيء إن هذا الإعلاء لأنه وهمي فهو لا يؤدي أبدا إلى شيء جيد يعني شفنا في الوقائع والتقرير الصحفية والأعمال الفنية زي هوتيل رواندا وغيره كتير الويلات البشعة في محاولة الإبادة اللي تمت من الهوتل التوتسي ودبح زي بتاع داعش كده أشد طبعا لأنه كان قرى بالكامل بيخش ده يمكن عايزة ستمتع شوية فبيشوف الحلوة يخليها على جنب على بس ما يبقى يروح للحر العين فيتصبر يعني بيها أو يلاقي بتاع بترول فيحفظ عليه عشان يبقى يبيعه أو حتة قصر يبيحها ببلاش لو ما باعهاش وما فيش منها لقمة تعيش يعني يبقى يهدى عشان ياخد ثواب العباطة دي بس يعني فيها مساحة شوية هناك لا هناك كان دبح يعني دبح ما الذي انتهى إليه الحال لا دول اختفوا ولا دول اختفوا ولم تنجح الابادة طيب ما نرجع لتاريخ الابادات اول ابادة مسجلة عندنا في التاريخ والغريب ان اللي سجلها هم اللي قاموا بيها او ظنوا ان هم قاموا بيها او ادعوا ان هم قاموا بيها تحت العنوان المعروف في التورا حروب الرب ايه القصة ان الرب يهوى الهيم ايه انحاز لابنائه وبقى يحرب معاهم وقاد الحروب دي يهوشع بن نون فتى النبي موسى النبي موسى بتاعهم مش بتاع المسلمين وبالتالي عمل ابادة ل31 مملكة هم يقولوا كده هي قرية ضد مين ضد الادوميين ضد العمونيين ضد الباليستيين اللي احنا نسميهم بعد كده الفلسطينيين لان البي دايما في اللغة اللاتينية بيجي فيه في اللغة العربية يعني اللي وفدوا عن طريق البحر طيب ده بقى مش ابادة جماعة ضد جماعة لا ده الرب بقى بنفسه بجلالة قادره نزل معاهم هل انتهت هزي الجماعات لا ما انتهتش ظلوا الاسماعليين اللي هم العرب برضو موجودين والادوميين موجودين والعمونيين موجودين والبالسطينيين موجودين ولا في الهوتو والتوتي قدت الى الابا فحد يقول لي او يحتاج علي بانه طيب ما هوا المهاجرين الاوروبيين الى شمال ال امريكا ابادوا الهند الحمر هقول له الهند الحمر ما انتهوش الوجود الفيزيقي اه اه العسكر الازرق عمل اللي عملو ده لو كان شكل ازاي اللي بيلبسوه يعني انما ظلت هذه المأساة كامنة في تكوين الفكر الغربي لم تختفي اه طبعا في محميات دلوقتي الهند الحمر انما الطيران اللي ضرب العيال دول النهار ده اسمه ايه ها ابادش دي ايه يعني لا يمكن لجماعة ذات ثقافة ان تختفي تماما بتفضل حاضرة والابادة تبيد المباد والمبيض ايضا لانها تدمر تكوينه وتجعله على مصار اما ان يستكمل الفتك او يستغني عن سبب بقاءه علشان كده قلنا في سنة اليهوديات انه اسرائيل في ازمة لانهم محتاج ده وعلى نفس النسق امريكا في ازمة لانها محتاجة ده وكلنا الكبار شوية منكم في السن يفتكروا من عشرين سنة لما انهار الاتحاد السوفيتي كان فيه قصة كده مشهورة البحث عن عدوه هو عايز يفتك فبالتالي بقاء ده جزء من التشوه الناتج عن عمليات الابادة في المبيد ونخلص من هذا الى ان كل مساعي الابادة بائسة ولا تؤدي الى ما انطلقت منه ايه هو اللي انطلقت منه الوصول الى الكاثارسيز الى التطهر التام هو اليهودي متهيق له انه هيخليها من النهر الى النهر ليه عشان دي ارض الرب ويعود بقى ويعمل ترسانة نووية ويعمل احزاب ويعمل القصص ويعمل بتاع وبعدين في الاخر هنقول له انت ابن عبيت ولا ايه ما هو لنسلك يا ابراهيم هي نسلك يا ابراهيم اهو مفيش من اول الشرقية هنا في مصر لحد بغداد مفيش اللي ابناء ابراهيم ده لو صدقنا يعني الخرافة اللي انت حتيتها في الطورة دي هعتبر انها حقيقية وان الرب طلع لحد اسمه ابراهيم وقال له يا ابراهيم لا تسمى من الهم ابراهيم بل ابراهيم يعني ابو جمهور كثير ولا نسلك اعطي هذه الارض من النهر الى النهر اعطاه لانه العمونيين الاسماعليين اللي هم العرب يعني كل دول ما هم من نسل فانت بتتخدق على ايه بالزبط الاردن عرب العرق عرب وكان عرب ويهود مصر عرب وكانوا عرب ويهود وبالتالي ما فيش معنى لنضالك ده لانه ما فيش مسوّر له اهو متحقق فانت تقول العهد القديم والعهد الجديد يا سيد اللي اتنين اتعاملوا اذا افترضنا ندعاهد فعلا هنفترض ان الله بيختص من عباده من يشاء وهياخد دول على جنب معرفش ليه يعني ويقول لهم انتوا بتوعي وانا معاكم والحتة دي بتاعتكم يا سيدي ماشي هنقبل هذا بس كمان هو متحقق هون انت بتخانق على ايه هو لا يفكر تفكيرا منطقيا وهو يستفيد من حالة النزاع الديني ده لتحويله الى اداة سيطرة سياسية ومستند للوجود هذا في المجمل ماذا عن المذهب الفترة الاخيرة لاحظت من سياقات مختلفة انه المسألة المذهبية عايز اجيب كلمة فصيحة مش لاقي لان لا يتدل عليها الا كلمة عامية جدا شخشيخة طبعا لا يسمعونا بعد كده في البلاد العربية مش هيفهمه الشخشيخة دي بتبقى لعبة فيها بتصدر اصوات كده اعلى ويتله بها الاطفال وديكم مثلا لما اندلعت الحالة الثورية في يناير 2011 طلعت شخليل كتير اختي كاماليا واختي حسنية وقصص اللي انتو فكرين هالي وكان من اشدها وقعت ابو النمرس ايه اللي حصل قعد المجلس العسكري جاب لنا حسان وبسام والبشر دي ويقعد يكلم الرسول الكريم اللي مش عارفه وبعدين يجي حاطة صبع ديناميت البر الوالدين والرضا بالام ويحط صاروخ كروز في دماغات الناس ولا تلبس هذه المتفجرات ان تحدس بقى الاثر ايه الاثر اكتشاف خلية شيعية كتبت ايامها يعني ايه اولا التعبير نفسه مش مفهوم هرجع للنقطة دي بعد ما تكلم يعني ايه شيع وسنة وبعدين هرجع لها وهرجع لللي بيحصل حاليا على نفس المنوال اللي بيحدث به انبثاق الديانات الرسالية من بعضها البعض يعني انبثاق المسيحية عن اليهودية ثم الاسلام عن المسيحية واليهودية يحدث داخل هذه الديانات انبثاقات جزئية تسمى المذهب اشهر هذه الاشكال السنة والشيعة ولكنها ليست الوحيدة لانه مع السنة والشيعة في الخوارج مع السنة والشيعة في القرامطة وداخل السنة وداخل الشيعة تنبثق ايضا اتجاهات يعني ذاتية ففي السنة هناك مذاهب فقهية طب وإيه بقى مشكلة المذاهب الفقهية ايوة ما تبقاش مشكلة لما يبقى فيش مشكلة في المجتمع وما فيش اهتزاز انما لما يهتز المجتمع زي ما اهتز الشام مثلا تحت وطقة الاجتياح المغولي والحروب الصليبية لما نرجع لتاريخ الشام سوريا في القرن السابع الهجري نجد حروب بين القرى حروب فيها قتل بين المذهب الشافعي والمذهب الحنفي وطبعا لا يخطر ببال حد انه واحد شافعي يتجوز واحدة واحنا في مصر كنا بعيد شوية لانه لم يحدث الاجتياح المغولي لمصر فقدرت تتوازن شوية وتعيد بقى ابناء التراث العربي الدور الكبير اللي قامت بيه مصر ومحدش بيشير له هم بس عمال يقولك القوة الناعمة القوة السايحة القوة الماعة القوة الناحة وما يوضحش ازاي يعني وهاتوا القوة النعمة يجيب بقى الممثلات اللي معدوش بيشتغلوا ويرسهم حواليه يقولك دي قوة يا سيدي دي قوة مصر المترهلة افهم بقى ما تطردش القوة الوطنية الحقيقية من حواليك العملة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة المهم يمسنا هذا النزاع المذهبي فيوصلنا الحالة مضحكة جدا من خمس ست سنين لغوا من عقد الجواز عندنا الكلام اللي كان بقاله مليون سنة وتزوجتك على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النعمال طيب يا اخويا فالح يجي بقى يرمع عليها يمين يقولوله استفتي يروح للفقير الحنف الاحناف متشددين في المسائل اللي هي فيضطر يروح لمين للحنبلة لان اكتر ناس متوسعين ومين اكتر واحد متوسع من الحنبلة في حكاية الجواز والطلق يعني ويبقى عايز لم الشمل ابن تيمية اللي مصرين يطلعوهن الشيطان الاكبر فتروح هنا في دار الافتاء بكرة اي حد يروح هيلاء كراسي للمذهب الاربعة ولما الموضوع يبقى عويس قوي بقى مش لقيله حل يعني مش عايف رجع السيد يقوله طيب بص روح استفتي الشيخ هو يقولك كده روح استفتي الشيخ فلان السيدة على مذهب ابن تيمية ايه ابن تيمية يقولك يا عمي خلص مش عايف هم عايزين يرجعو شوف يا اخي يمكن السيدة كانت حاقد يقوله اه تقريبا يقوله طب خلاص ما ينفعش ده مش هزار ده ده فتح يقوله طب ما جاز انت كنت متدايق وزعلان يقوله اه كنت متدايق جدا لا طلقة في اغلاق طيب هو اتجاوزها ان شاء الله على ايه على المذهب الحنفي رجعها على ايه على المذهب الحنبالي طب يبقى ليه اللابخة ديه اصلا بقى احنا بنلف وندوق حوالين ايه بالزبط يعني بنفتعل مشكلة وبعدين نبقى ندور لها على حل وغالبا بتبقى حلول همايونية كده مش محدد لا همايونية لا تدل على عدم التحديد همايون هو الامر السلطاني العثماني كان اسمه وخط همايون انما الكلمة الادق هنا حلول السبهللة ودي كلمة فصيحة زي ما قلتلكم قبل كده يعني التي ليس لها ضبط والشخص السبهللة الذي ليس له نظام حياتي المهم المهم يبقى داخل المذاهب تنبسق المذاهب وداخل الديانات او الدين ينبسق الدين ليه لان المعيار الاساسي للحكم على الامور الدينية هم عارة الايمان والايمان مما لا ينضبط ومما لا يمكن قياسه يعني انا مقدرش اقول ان الراجل ده مؤمن 70% وده 75% وده 63% وده ما ينفعها هي من السنوية عامة طبيعة النفس الانسانية مش كده احيانا تشك واحيانا تتيقن واحيانا تهدأ واحيانا هي دي طبيعة الانسان فبالتالي المسألة الايمانية متأرجحت الحال مع صاحبها وعلشان كده هي داخلية ولا يمكن او لا يصح محاسبة شخص عليها انت حاسبة شخص على افعاله على سلوكه طيب لو سبنا الانبثاقات الكبرى من دين الى دين جديد والانبثاقات الصغرى اللي هي داخل المذاهب المصطلح عليها زي السنة والشيعة وقفنا عند المذهبين الكبار اللي هم السنة والشيعة يعني ايه تشيع زي ما قلت في دومات التدين في الكتاب التشيع له ثلاث معاني قد يتشيع الشخص يعني يميل وجدنيا الى الى البيت وبهذا المعنى معظم المسلمين شيعة معظم هم ميالين الى علي بن ابي طالب والى الى البيت و ميل لقلبي لأنه هو كان راجل طيب وما كانش وكان ضحية للسرعات السلطوية ومية وستين جيل من ابنائه قتله وفيه كتب كاملة في التراث العربي بعنوان او باب من ابواب التراث العربي اسمه مقاتل الطالبيين يعني حالات القتل اللي استمرت لمية وستين جيل لحد بقى البطل المظفر الناصر صلاح الدين مقطع شقفة الفاطميين نهائيا بانه عزل الرجال على الستات وسبهم يموتوا عشان كده ما عنداش ولا واحد فاطمي في مصر وقلنا الكلام ده قبل كده بعد ما كانوا قاعدين حوال ميتين وخمسين سنة يحكموا وقابلها بستين سبعين سنة يحكموا في المهدية وجيشهم اللي دخل دخلوا به مصر كان مئة الف راحت فين الناس دي البطل بتاع تحر القدس قضى عليهم طيب بس ده ما يمنعش انه بيطلع مؤرخ بعد كده محترم مصري بس بعد كده 300 سنة اسمه المقريزي يبدأ يتكلم عن الفاطمين كلام عائل ويمكن نتعرض له بعد شوية ففيه تشيع بمعنى الميل العاطفي والوجداني لآل البيت في إطار العملية الاعتقادية الكبرى انه ذو الاقرب الى نبي الاسلام وهذا لا خلاف فيه ولا يدل على المذهب بالمعنى الثاني يعني ايه لا يدل على المذهب بالمعنى الثاني يعني دلوقتي نروح دلوقتي في هذه اللحظة اللي بتكلم فيها نروح الجامعة الحسين نلاقي يعني تروح السيدة زينب تلاقي جحافل من المصريين هم دول شيعة مش شيعة بس هم شيعة بالمعنى الاول العام انما بالمعنى التاني يعني المعنى المذهبي ان يبقى لهم نظام خاص بهم يختلف عن نظام السنة دا ما حصلش في بداية الاحداث انحياز بعض الناس للامام علي بن ابي طالب في حربه ضده معاوية دا كان تشرع بالمعنى الاول العام بعده بعده بحوالي 200 سنة لما جات حركة تدوين الاحاديث الموقف العام القديم لمن انحازوا الى الامام علي جعلهم لا يقبلوا الاحاديث التي تجويها عائشة ولا يقبلوا صحيح الاحاديث اللي وضعه الامام البخاري لانه يعني طول ما فيش الطراب وقع الناس اهيء بالراحة تتعامل اول ما يكون في ازمنة الطراب يتم اللجوء مش للنص الاول للنص التاني لان دا في مساحة ترهل اوسع يبقى التلموت بقى مش التطوراء يبقى اعمال الرسل واعترافات الاباء مش الانجيل بقى الانجيل هيحطنا في مشكلة ما تقدرش هتتعصى بالزيد بيقولك ادي له خدك التاني وبيقولك مملكتي مش من الدنيا دي وبيقولك انا هو يعني ما انما في اعمال بقى الرسل وفي اعترافات الاباء اللي هي نصوص العقيدة هما بسموها اعترافات الاباء هنا لا هنا التعصب بقى الحقيقي اللي يفدني ويكيف بقى كل واحد عايز يستقل عن البقيين بشيء يخصه ونخش بقى في حتة لا الحديث ده مش مظبوط لا الاباء الاباء دول دول بتوع كنيسات كنتم مش كنيسات نحن وبعد في الاخ يكفروا بعض هما الاتنين زي ما بيحصل بين السنة والشيعة فبقى والفتية استجابة لذلك أنت تريد أن تهدر الآخر تهدر حقه حتى في الوجود نفسه فتتشبس ليس بالآية القرآنية وإنما بحديث صح سنده عندك أنت وهو لا يقبل حديثك لأنه لا يقبل رواته وانت بتعمل نفس الشيعة فتكون النتيجة أنه الشيعة يبقى عندهم فقه فقه الكافي وإحنا عندنا فقه تاني تطبيقات أخرى طيب يبقى فيه معنى عام بالتشيع يعني الميل القلبي وفيه معنى فقه تطبيقي وفيه معنى هو الأهم والأخطر من الاتنين اللي فاتوا المعنى السياسي إنه لإذكاء وتنشيط نزاعات معينة يتم الاستعانة بالمسائل المذهبية كي يكتسي الصراع بالطابع الديني فعلشان كده إحنا نعرف إنه في دول شيعية قامت في تاريخنا يعني أشهرهم الدولة لإيه أنتوا صرحانين ليه الدولة الفاطمية طيب وإنه أعرف إنه فيه دولة شيعية كبيرة جدا كانت في فارس اللي هي الدولة الصفوية طب قبل الدولة الصفوية إيران دي فارس دي كانت منطقة سنية عادي خالص إنما اللي حصل إيه إنه الفاطميين شافوا إن مصر بيحكمها ولا وانتهى بها الأمر إلى عبد خصي عارفين خصي طبعا مشقوق الشفتين وهم ألا البيت فبهذا المعنى جم فالمصريين نحن طول عمرنا كده فينا حتة فرحوا واخد اللهم قال البيت بقى أو يعني الأشراف بتوع مصر وراحوا رايحين للمعز قبلوا في اسكندرية إيه عايز إيه قال لهم أبدا نفيش هحكم بس قال له على أساس إيه بقى ما إحنا قال البيت وقلنا بقى معلش يعني هتلينا بقى الكتاب بتاعك بتاع كتاب النسب فين نسبك وفين حسبك قال لهم لا لا بسيطة راح ماد إيده في جيبه ومسك شوية عملات ذهبية راح نثيرها كده قال لهم ده نسبي وطلع حتى كده من السيف قال لهم ده حسبي يعني خلاص أم 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 بقى فاطميين ونسي يقول لهم العبيديين اللي بيكرهوهم كل ده ده المنظر بس إن ما في النهاية هو ذهب المعز وسيفه نفس الشيء عند الصفويين هم في الصراع مع الدولة العثمانية والدولة العثمانية بال بكش قال لك إحنا أحفاد عثمان يا عم أنتوا أتراك أصلا حاجة جن هو عثمان ابن عفان ده كان تركي لا إحنا أحفاد عثمان يا عم ما يمكن عثمان تاني لا لا إحنا واحنا حمات السنة يا عم حمات أنتوا بتدبحوا في بعض عشان السلطة واللي بيجي أبو يموت بيروح دبح أخواته عشان يبقى هو الخليفة إسلام إيه بقى هو كده واحنا السنة وهنبني جوامع بص هنجي أكبر كنيسة في العالم هنحولها المسجد شوفوا الكراهية بتتزرع إزاي ما تعمل مسجد تاني إيه البرود ده المهم بس إيه هو كده إحنا سنة فيجي الصفويين سنة طب إحنا شيعة فيحتدم الصراع ويكتسب الطبع المقدس الموهوم لأنه إعلاء وهمي للذات وده المعنى الثالث الأخطر للتشيع وده المعنى اللي تم استعماله في مسألة أبو النمرس طلعونا طلعونا بتوع دول ودول اللي بيشتغل منهم الناس مش قادرت يعني أو الناس كتير تسألني على موقفي من السلفين ليه مش واضح أنا شافه واضح جدا المدرسة السلفية العلمية أراها أحد المدارس الأساسية في الفكر الإسلامي وأعتد وأعترف بها باعتبارها نظام فكري وعشان أوضح للناس بقيت أدرب لهم أمثلة من التاريخ القديم ومن العصر الحالي إن اللي زي أبو طهر السلفي أو زي الدكتور اسمه إيه محمد المقدم دول ناس سلفيين بيشتغلوا في العلم ولهم مني كل الاحترام وفيه بيلعبوا سياسة ودول مسخرة ولا يصح أصلا النظر إليهم لأنه دول جايين من خارج التاريخ والكلام ده أنا قلته ما عدتش بقوله بقى دلوقتي عشان الظاهرة خلصت بس كان أيام حزم أبو اسماعين قلت على الملأ لما كان يقول لك حزمون أنا هبعت حزمون يقتلوا في سوريا ومش عارف إيه قلت له مراجل ده لسلفي ولا يعرف حاجة عن السلفية ويقول لنا مين شيخه وسمع الحديث عن مين وبطلوا بقى بكش ولا واحد تاني معرفش إيه عقدته في نكاح البنات اللي عندهم تسع سنين يعني تارس في الحتة دي ويطلع بمنتهى الصفاقة ويقول لك ما فيش سن معين مدام التطيق النكاح يعني المهم هو يتبسط يعني يا رب خمس سنين يا عمي إحنا في ثورة إيه اللي بتقوله يعني إيه اللي انت كده ودول شغلتهم زي برضو في أول يومين في رمضان حكم استعمال الشطاف في رمضان شطاف إيه يا عمي شطاف إيه بس دول لا أعتد بهم ودول اللي نفثوا السم في البدن المصري على خلفية النزاع العقائدي إزاي قال لك والشيعة خارجون عن الملة ليه بالحج يسبون الصحابة إيه يا سبون الصحابة إيه وقعد يقول لك يا سبون الصحابة العالة خبلت وفي خلية شيعية ده الصحف بقى موجودة في أبو نمرس لأ خلية نخلي البلد اللي هي فكرة الطهارة تطهير الأرض اللي هي برضو فكرة وهمية فيحصل المنظر البشع اللي شوفنا ده اللي هو الراجل اللي كان اسمه حسن شعاتي دايس حلوي يقطعوه مش عارفه هو شاف إنه بيعمل عمل ديني طب ما بالراحة كده شوية ما الفلسفة والمنطق اللي كنا بنترحى أيامها عشان الناس عرف تقيس القضايا وتفكر صح أنت بتقتله ليه بيسب الصحابة وبيسب السيدة عائشة طيب يعني أنت إيه أنا سني ماشي أنت سني فأنت زعلان يعني آه طب ممكن توضح لي بس زعلان ليه أكتر يعني أيوة عشان الصحابة دول نبي الإسلام قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتضيتم نجيتم ماشي يعني إذن قيمة الناس دي نابعة من وصف الرسول ليهم طيب الرسول قيمته نابعة منين من أنه رسول من السماء طيب عمل إيه جاب لنا دين طب ما في كل حتة في مصر الناس بتسب الدين الدين نفسه بقى فأنت يعني لو زعلان عشان خطر الدين يعني بلاش تموت حتى بس يعني إيه قلهم بطلوا يسيبوا الدين لأن ده بقى السقف الأعلى أهو لا أهو مفكرش كده وبعدين رح رايح لسب الصحابة ده الصحابة نفسهم ما عملوش كده انت بتسحي الواحد بتقطعه حتة علشان شتم عمر بن الخطاب ما احنا عندنا سجة عمر بن الخطاب رحولوا الناس بالليل يعودوا معاه شوية يعني فلقوا مراته مبهدلاء شتين ما بقى يعني من الفضيعة فاتكسفوا وقفوا كده ده واقعة مشهورة ومشوا راحوا بقى على الكافية وخلاصوا ما فتاني يوم قال لهم في حد جي خبط علي مبارح وبعدين فتحت الباب بس بعد شوية يعني فسكتوا كده قال لهم ما الست دي يعني هي اللي بتعمل ليه الأكل ولي بتغسل ليه هدومي وكده معملهاش فيلم هندي بقى ده كان الخليفة هو ساعدها وهو خليفة وبقى متشيك كده عشان يوم الجمعة مش في الحديث خدوا زيناتكم عند كل مسجد وطلع يخطب الجمعة وسخن وقاعد يقول اسمعوني أنا في العالم كله بيسمعني الأطباء والفلاسفة والمش عارفوا لإيه وما تدوش مهور كتير ماينفعش كده ولازم تقلله شوية المهور عشان الدنيا تمشي راحت واحدة قلت له ايه يا عم انت ايه اللي بتقوله ده قال لها ايه يا ولاية فيه ايه مالك قالت له هو أنا هسدق كلامك واسيب كلام ربنا مش ربنا قال واذا اتيتم احدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يعني يا جزن الوحدة يهدى اليها قنطار دهب قال لها اه صح والله كل الناس افقه منك يا عمر ده ده هو هو نفسه الناس بتهجمه بيتقبل البقى خليفة مهم ما زعلنا عشان بقى خليفة وهنشوف بعد شوية احنا مختلفين في ايه عنهم او يعني السنة مختلفين في ايه عن الشيع وهو خليفة وفي كامل ايهابه بيتحجم عليه في تقبل انا مش كده وبس وبيفتح البلاد باسم الدين انما لما يجي الدم يبعت اللي خلد ابن الولد يقول له في ايه مالك ايه الموت الكتير ده ما هو الدولة الفرسية ما هو مفتتة اصلا مش عايف تفتحها ليه يقول له مش الفرس وما الايه العرب تغلب واقفة بتحارب فينا بيتحارب فيك ليه مش عايزين يدفعوا الجزي مستكبرين على حكاية الجزي يقول له ما يدفعوش خلاص ما طلعلوش بقى واحد من بتوعنا التلفزيونات اليومين دول يقول له ومن احقا ومن احقا التلاتة ايات المشهورة دي ومن يحكم بما حج العبيطة دي فأولئك هم الفسقون والكفرون ده ده بقى عمر بن الخطابة هو الفاروق ودي آية ما فهاش نقد ولا إبغام ولا لها تأويل إنما الدم دم المسلمين ودم العرب أصبح عنده لقى أولوية على النص النص الناس مش هتا مش هتاكل نصوص الناس تتوجد الأول وبعدين تؤمن بالنصوص مش تلقى حتفها علشان خاطر مختلفين في قراءة نص طيب أنت دلوقتي بتقتل ده عشان بيسب عمر ومش همك اللي بيسب الدين نفسه ومش همك أنه عمر نفسه ما كانش يعني بالحالة الرجل الأسقف بتاع عائلية أسيس افتح لنا يا عم عشان نخش المدينة دي حلوة مسيحية حلوة قال لهم لا ييجي الكبير بتاعكم أسلمها له يا عم افتح أنت ما عندكش جيش ولا نيلة خلص بقى عشان ييجي الكبير بتاعهم ده المسافة من المدينة أو من مكة لحد إليه اللي بنسميها دلوقتي بيت المقدس لو الاسم اليهودي لها مسافة طويلة جدا والسفر فعلا كان عذاب يركب حمرته الخليفة ويروح لحد إليه إيه يا عم عايز إيه يقول له بصة سلمها لك بس حريتنا الدينية محفوظة والمش عارف الإيه والإيه والديني ومضيلي على كده طيب حان ويجي بتديله الورقة اللي هي بتسميها دلوقتي العهدة لإيه العمرية طيب يعني الناس دي نفسها اللي أنت غضبان عشانها ما كانوش بيغضبوا عشان نفسهم بالشكل ده ده مش صحابه وباس ده مش الرجل قال له اعدل يا محمد ايه موته مش دخلوا الرجل وأخذ طرعدوا فرائصه فقال هون عليك إني عمه ده شوية ما لا هون عليك لست بملك ولا جبار أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد يعني ده دانا بيه الإسلام نفسه ديوسف نفسه بابنه ابن امرأة اللي هي دلوقتي اشتيمة فلما يقولها واحد بقى على الصحابة لا لازم تتقطع رقابته ايه العبط ده ما الخلاف بين مذهباي السنة والشيعة فيه كلام كتير إنما ممكن حصره في نقاط محددة بتصور جوهر الإشكال اللي ممكن حله بأقل جهد ذهني ولا محتاج حتى مؤتمرات التقريب الشغل البكش اللي بيعملوا المشايخ ده والاجتماعات وبتاعه ودول صفونا في العراق أول ما جينا نعمل مش عارف ايه قتلونا الصهينة واللي مش عارف ايه الصهينة قتلوهم في الاربعينات تقربوا بين السنة والشيعة ليه عشان هما مختلفين مختلفين في ايه في القول بزواج المتعة ايه بقى السنة بيقولوا ما فيش زواج متعة ما فيش تمتعة والشيعة بيقولوا في زواج متعة في تمتعة اللي هو ايه يعني يا جماعة قالوا جواز محدود بمدة واحد سافر حتى هيعود فيها ستة شهر فيروح لوحدة يقول لها تيجي تعودي معايا ستة شهر دول وهديك مهر برضو وكل حاجة وتبقي معايا فيهم او الشهر ده او السنة دي او العشر شهور دول عشان بدل ما افضل ماشي عمال ابص على البنات ودلوقتي مع ثورة المؤخرات دي الواحد بيبقى ماشي يعني مش قادر يركز فيعني ايه يكسر حدة نفسه فتقول له طيب اوكي ده زواج المتعة الشيعة بيسمحوا بيه ولكن اجلاء الشيعة بيترفعوا عنه يعني طول التاريخ الناس اللي هم الكبارة العلماء المهمين يقول لك يعني انا اقدر يعني ايه اصبر فيش داعي يعني ايه للعك ده والعوام في كل حتة العوام اه مقدينها يعني سواء باسم متعة سواء باسم بقى باسم هم رحمة لنا زي كان واحد صاحبي ماشي يعني ده يسفي اقول له ايه بتعمل ايه يقول لي هم رحمة لنا القرآن بيقول كده ومقتنع على فكرة اقول له مفيش كده في القرآن وهم ايه هي هن يقول لي وبيجد لنفسه متنفسا وخلاص فالعوام عندهم زي العوام عندنا بقى بيتعلقوا بمثل هذه الامور اللي عندنا مسيليها في مذهب السنة اصلا طيب الحكم الشرعي اللي هاي يقول لك وبيحت يعني نبيه الاسلام ابحة طيب وبعد اللي هبتعمل مشاكل كتير فحزر عليهم التمتع فحصلت مشاكل اكتر فسمح لهم بيها وكل الصحابة كانوا بيتمتعوا لما بيسفروا بقى وحروب وحاجات كده حصلت مشاكل فاجي عمر ابن الخطاب ومنحها يجيش يقول لك لا عمر عمر مين لا ما يمنعش لمؤاخذة ما هي عندي بقى لا زواج المتعة يعني حاجة اساسية ومش هو ابيح ثم حرم ثم ابيح خلاص احنا ناخد بالاباحة الاخيرة السنة يقولوا لا لا احنا ناخد بتحريم عمر له فهم يقول لهم لا وعمار تعارفين دي كشتي مع المصريين لما يحطها لها حرف النداء ده من المورسات الفاطمية وهرجع للمورسات الفاطمية بعد دقيقة لا مفيش الكلام ده طب دلوقتي اتجوز متعة ولا ما تجوزش متعة ده موضوع يستحق ان الناس تموت بسببه مختلفين في ايه تاني في الامامة خير الشيعة بيقولون الامامة اصل من اصول الدين يعني بعد النبوة في ورثة الانبياء اللي هم العلماء ومنهم الى البيت ومن الى البيت بعض الشيعة يغالوا في الامام ويقولوا هو الجسد الكافوري الذي تحله روح الله وبعض المذاب الشعاعات تنزل اثنى عشرية يعني متوازنين شواء لهم في ايران دلوقتي يقول لك لا ده آية الله يعني ايه الاقرب الى الله وبعض الشيعة زي الزيوت بتوع اليمن يقول لك يعني هو رجل كويس امام يعني انما ما بيوصلوش الى يعني درجات القداسة العليا اللي جعلت بعض المذاهب الشعية تخرج عن الاسلام كله زي الدروس كده لتقدسهم الائمة احنا عارفين اسماعيل الدرزي ندى هنا في جامع عمر بتقاليه الحاكم بامر الله ومن هنا بدأ يظهر مذهب او ديانة في الحقيقة الجديدة عرفت بالدرزية او اللي احنا نقول لها الدرزية والاصح درزي انهو اسمعين الدرزي مش الدرزي انما ماشي ففي ناس بتغالي قوي وناس فال امام احنا هنديله الخمس خمس الدخل يعني الو الزكاة طيب وانتوا يا سنة هت يعني السنة السنة اللي احنا لقينا كل اصلا ما هو بياخدوا كل دغايب و22% وبلاس وبلاس وبتاع فما هي هي الخمس اللي بتدفع هنا هو الخمس اولا بس دا لها اسم ودا لها اسم طيب واحد بيعتقد ان العالم ما خلق قط من امام قائم بالحجة هل دا سبب ان نسحله ونقتله ونقطعه حتت في الشارع غيرة على الدين دين ايه طيب مختلفين في ايه تاني يا شيعة كمذهب كفقه يعني في الطقية ايه الطقية دي كمان قال لك انه الشيعي لما يكون في محيط سني يعمل من بانها يعني ايه يعني لهم بيصلي يخش يصلي معهم برضو عادي يسألوا عن حاجة يقول لهم اللي هم عايزين يسمعون طيب ايه يعني قال لك عشان يعني يحفظ روحه منهم طيب خلاص هو حر بس انه يقول حر ايه ده منافق يعني يعني ايه منافق يعني يعني يعرضك ويحول نفسه الى جهادي تفجيري يأم يأم يبقى منافق طيب هو اتقى الخلاف يا اخي وده اصل من اصولهم احنا ما عندناش الاصل احنا نعلن مذهبنا ايوه انت تعنش انت اكثرية وانت طول التاريخ بتمارس ضدهم عنف رهيب مش التاريخ وبس والحاضر انتوا عارفين مثلا انه ال800 ولا 851 اللي كانوا في جوانتانامو كلهم سنة عارفين ان طالبان كلهم سنة عارفين انه القعدة كلهم سنة بوكو حرام كلهم سنة داعش كلهم سنة جيش الاسلام كلهم سنة انصر الشريعة كلهم سنة قمال فيه ايه بقى لا يقول لك الهجمة الشيعية المد الشيعي مد مد ايه ما هم حكموا 250 سنة اصلا هنا في مصر والمصريين يعني مهودين فضل ايه شوات كلام اللي اتقادب انه يا عمر كلمة ابيحة وبعدين لما يتقلب النظام يبقى البتاع الملسطة والبنت يبقى اسمها زنوبة يعني عشان ايه يكسر قداسة اسم السيدة زينب اللي تقدب من الطرفين يعني انما في بنيان العقيدة ايه اللي حصل للمصريين كانوا قبليهم ايام كفور الاخشيد سنة واول ما دول نزاوه بقوا سنة برضو لانه مذهب السنة بسيط مش معقد بس وفيه اكتر من مدرسة فقهية وممكن يعني ايه التاني مقفول وعقدة الاتهاض موجودة بسبب الهزائم المتوالية والضغط المتوالي طب انتا جاي دلوقت تقول لي لا اصل ايران هتشتغل بقى بالمعنى التالت للتشيع وتنشر المذهب الشيعي تنشره فين اصلا تنشره فين وانا قلتلكو على قصة الراجل الاماراتي اللي بيقول لي مرة انتو المصريين انتو مفيش مذهب كده ولا حاجة قلتولو ايه بس قال لي جبت واحدة تشتغل في البيت ستة كبيرة فبقول لها بتاخدي كام في الشار قالت له اهو انا صلي على القرصة ولا مش هصلي على القرصة قال له قرصة ايه ستة الشيع انتو عارفين بيجيبوا حتى كده من كربلاء ويسجودوا عليه قالت اصلي كنت شغال عنده قبل كده قال لي لو صليت على دي قديك الف درهم زيادة يعني فكنت بصلي عليها انت عايز ايه قال لي ستة انا سني قالت له ايوة يعني ايه قال لي مش انت مصرية مصر دي سنة قالت له عايز نصلي عليها او مش عايز قال لي لا مش عايز قلت طب خلاص خلاص ده مجتمع قابل للتحول المذهبي وكان ايام مبارك برضو مخوف فينا بالحاجة الاكتشاف خلية شيعية في ويجيب لك بلد تابع الكفر تابع المش عارف ايه في الفلاحين هم اصلا مش عارفين يتغدوا ايه النهار ده ده من اساسه يعني او الدكتور اللي عمل ترجمة المثنوي اللي توفى ده اسمه ايه اسمه راح من بالي عرفه يعني شفته كشخص راجل لا عبدالهاب عزم ده الجيل القديم خالص اللي عمل اخر ترجمة الديوان المثنوي الجلال الدين الرومي ابراهيم الدسوق الشتة ابص لقى في المجلات التحقيق معاه باعتبره قائد الشيعة في مصر فبعدها بقول له ايه دكتور حكيت قائد الشيعة دي قال لا انا عارف هم فين الشيعة اصلا عشان اقودهم ما هو لازم يخوفك مش واخد باله ان البعبع ده بيبقى بجد ما هو السعيدة عندهم مثل انا كان مفروض هتكلم عن الامثال بس مش هينفع بس مثل بسيط كده يقول شابة الهلف تعلمه الرجلية شابة الهلف تعلمه الرجلية واضحة يعني واحد لا بيه ولا عليه ولا بتاع وانت اقعد ايه تهارش مع الوقت هيبقى فبردو الخطر الشيعي وكأنه بيعمل كده كأنه في حاجة هتنط علينا من السقفة الماد ايه عم ايران تحلفت مع الحوثي وقدمت لهم خمس تلاف دبابة المانية ده اللي نشرته الصحف طب اي حد دخل الجيش عارف ان الطقم اللي بيدير الدبابة من خمس سبع اشخاص طب هما الحوثي عندهم سلاح مدرعات منه جزء للدبابات فيه العدد ده اصلا الحوثي سمعنا بيهم ما طول عمرهم موجودين الا لما رجع لهم علي عبدالله صالح طب علي عبدالله صالح رجع لهم كان فين قبل ما يرجع لهم مش كان في السعودية بتعالجوا وتظبط للأمور رجع واللي كان بيدرب فيهم بقوا حلف واحد ففجأة بقت السنة في خطر يلا بقى نعمل ايه اه الدربة الجوية الطريقة المعتادة بقى وتعايا مصر يخش معنا طب عشان لما ععد اقول ايامها يا مصر ملكيش دعوة فعرض النبي ويعودوا بقى وكل واحد يخش بكلمة بقى واللي يشتم واللي يهبل ومحدش فاهم حاجة اصلا وجريء طبعا فيه ناس بتناقش وبنوضع بس مش كل كلمة هنقولها هنقعد بقى نسرد كل ما تحتها من معاني كده مش هنخلص يعني في الحياة الاقتصادية في الحياة الاجتماعية وبرضه في الحياة الثقافية لابد من توفر قدر من الاقتمان ما انت لو ما وثقتش في البنك مش تحط فلوسك فيه يبقى مفيش بنك لو ما وثقتش في الدكتور اللي بيعالجك يبقى احسن ما تروحلوش لو كنت متصوف ورايح تقعد فترة مع شيخ قعدة كده وقالك اذا اتهمت شيخك فلا تصحبه واحنا بتولينا من ساعة ما طلع الاسلاميين بالتشكيك في اي حد بيفكر وهاتلو بقى كلمة مرة يكون قال وهو منفعل على موقف خده وما خدش باله بحس تبقى النتيجة ايه انه كل دول النخبة اللي دمرت البلد يعني هما اللي بيقوموا البلد طب يا سيدي بلاش نخبة هتفكر ازاي هتبني بنائك الزهن ازاي هتطلع من هوة التخلف والصراع المذهبي ده ازاي مش هتعرف محتاج الناس دي زي انت محتاج اطباء زي محتاج مهندسين زي محتاج كزا محتاج الناس دي تفكر معاك وانت تفكر معاهم وتطرح قضية مش كل ما يقول كلمة تقول الل والعين ره صاد اللي هو اصلا بيقولها ومش فهم معناها وهي مش شتيمة اصلا وقلنا ميت مرة ان الكلمة دي معناها انه شخص اجتماعي ومشتقق من العرصة والعرصات يعني الميادين او التقطعات الكبيرة اللي بين الشوارع في المدن المزدع فالشخص اللي بيوصب اللي هو الشخص اللي يعني مش قاعد في البيت ده يعني بيتحرك وبيشوف الناس ده ادي معناها وفي البلاد العربية اللي بتفهم اكتر مننا في اللغة العربية او كانت يعني موجودة وقضوا عليها سوريا والعرق في اللغة في النحو مش في البلاغة المصريين اكتر بلاغة بس السوريين والعرقين اكتر اتقانم للنحو المهم عندهم الكلمة ده مش شتيمة لانا بيردوها لاصلها او يعني معندهمش التصور العامي بتاعنا ده مش دي القضية القضية انه مجهزلك شتمة كده تقول اي حاجة طيب نسكت بقى شوية محلي لا تتدخل فيها هو حكيم الزمان خلاص هو حكم بقى وعزلني عن حاجة وخلاني في حاجة ما هو بيصنف اخش على الصفحة قال ايه عيل عنده 17 سنة في تانية سنة وزراعي مش عارف في كفر ايه ايه يا ابني ده بلغا حشوية بقى ده حكم وقال يعني انصفني في حتة وبيقول لي بقى ايه بلاش او الاقي صفحة مفهاش اي حاجة يعني هي مناكفة وهدت حيل وخلاص عشان انت اول ما تفتح فتشوف التعليقات فتلاقي اه ده فيه الجن فتبقى تدوس مع الموجة فلما قلت يا مصر بلاش اليمن في ذهني اشياء كتير منها اللي انا قلت هولكو النهاردة في بسألة السنة والشيعة ومنها طبيعة المذهب الزيدي اللي هو مذهب الحثيين ومنها الخبرات السابقة ومنها الاستشراف اللي جاي لانه مش هنقعد بقى نجيب كل التفاصيل عشان نبرر عبارة نقعد نص يوم نحكي كده ما فيش اتمان فكري فما تقداش تعمل بنيان وطبعا الحكومة ما شاء الله عليها يعني بتساعد تمام في الحكاية دي دقها وسمها نحن يفكر من سنة اربعة وخمسين بيفكر ليه وانتوا فاكين مرة الكلمة اللي قالها بتاع اللي كان وزير الاعلام بتاع مبارك ده اسمه ايه شريف اه وانتوا فكروا لو احنا بنفكر لكم ولما يقولوا للمبارك مش عارف ايه بس طب المعارضة والمفاكين خليهم يتسلوا انت عم متأجرين علينا ولا ايه يعني وصل الامر بالمثقفين المصريين ان خطابهم المضمر غير المعلن للحكومة ان تبصبونا في حنة بس يعني ما اصابوش حد يعني يمكن دلوقتي الدنيا ارحم شوية من سبعين بقولي الاستاذ بقى طاهر بقولوش معنى انت اللي نفت يعني قال لي يا ساتر خير قلت له كل صحابك اعتقلوا قال لي ما انا اتبهدلت قلت له ما اعتقلتش ليه عايز اعرف انا اللي اصغر منك بعشر سنين واللي اكبر منك بعشر سنين ما فيش واحد منهم ما اعتقلش قال لي ما انا مشيت من البلد ما كنتش موجود قلت له ليه قال لي ما كنتش لأكل زنقوا علي لدرجة ان فعلا مش عارف اصرف على بيتي مش لقي اجيب اجيب فمشيت سفرت قلت له وعلي شلش قال لي وعلي شلش نفس الشيء بس ده راح مش عارف سويسرا ولا فرنسا وده راح انجلترا انما تقعد هنا تعتقل حتى الناصريين اعتقلهم عبد الناصر حتى لما جيل سادات دمر الجامعة المصرية بيسموها مسبحة الاسادزة شاف السبعين تمانين واحد اللي ليهم فكر في الجامعات المصرية كانت طبعا الجامعات واتفتكروا ان الجامعات الحكومية دلوقتي دي جامعات لتكونوا بس مخضوعين اه دي حاجات كده بس من 30 سنة كان فيه وتفرجوا بقى حسن حالة فيه ايه مستاذ فلسفة الدكتور من السربون بيقلف بتلت لغات كاتب في جامعية الزراعية في الجيزة جاب العصفور ايه التلميس مش عارف مين وبيكتب في النقد بص انت في الجامعية التعاونية كاتب وطفشوا وهو وهو دي بقت وظيفتك هو كده طب انا عايز اروح اليابان اه يلا وطلعت ساعتها قاعدة كده اسمها سعده وبعده خلصنا من القصة بتاعت سيداني جي مبارك مش طايق حد يفكر ييجي مصطفى الفئي يلمع ايامها يعني شوية كده فيقول له يا مصطفى اه رايز ده انت مش عارف ايه مايفهمش مايلقطش الاشارة وبعدين قال السواء بتاعه خبط ولد في رجله فالولد شتم السواء فرح السواء شتم الولد فمصطفى يروح سافرنا في فيينا هو طبعا لقطة الاشارة ما زكي راح عامل بقى ليالي الفكر في فيينا كتاب كده وقعد بقى يتكلم عنه مش عارف مين ولم يقابل مين فهم فهم انهم مش طايق ييجي المجلس العسكري بعد المبارك يسعى ينخور على المشايخ السلفيين وفجأة يبقى المتوجد يعني اللي في الصورة وخلاص ويروحه بالسلامة انما هتكتهد بقى بأفكار جديدة او تطرح مقولات مختلفة او بتا ايه عم بقى ما تهدى بقى شوية طب ازاي هنهدى وهي مواجهة ثقافية اصلا انت انت بتتعامل مع التجل الأخير للأزمة اللي هو العمل العنيف انما فيه تحت منه تأسيس التأسيس ده نظام تفكير ونظام التفكير ده ثقافة ينتهي الحال الى ما انتهينا اليه في سياق العنف المذهبي الى انفجاره في العراء والتفجيرات وسيكون هو في الشهور والسنوات القادمة مش احنا قلنا الكلام اهو اعزان الكلام واضح برغم هذا الوضوح الفترة الشهور والسنوات اللي جاية سيتم تدمير اجزاء كبيرة من البلاد العربية بسبب الصراع المذهبي برضو لانه نعم لا لا بيسيبك من داعش انت عندك محاور في اليمن ومحاور في حتة كتير والمستقبل السوري والعراقي ومنطقة الخليج لقيت واحد طالع يقول لي شاول اسمه انا اللي كنت مع الشيخ بن باز لما عملنا كتاب الخوارج الاباضية قلت له طيب قال لي بيردوا علي قال دلوقتي بكتاب قلت له طب يعني ايه المشكلة عندك بس يعني الخوارج انت بتعرفش يعني ايه خوارج قلت له اعرف قال لي ما الاباضية دول خوارج قلت له طيب انت محتقن ليه كده قال لي يعني ايه عجبينك قلت له لا سبنا من عجبيني ولا مش عجبيني الخوارج طلعوا فعلا في التاريخ يعني بتاعنا اربع اشخاص علشان يقتلوا الاربعة اللي اشتركوا في الفتنة كلام ده كان في بدايات القرن الاول الهجري وبعدين مذهبهم اتطور لحد عبدالله بن اباض اللي تسموا به وكان قائد المجموعة اللي خدهم ومشي الالف وثلتمائة سنة دول شفنا منهم حاجة وحشة لا ليهم موجود ليهم دولة كاملة في عمان طيب انت ملك ومالهم يعني عمال تنخر ليه في الحتة دي اصل دول ويتضرب بهم المثل يطلع الشيخ يقولك الاخوان دول خوارج هذا العصر الله يعني يعني جعلتهم مرادف مرادف الشيطان مثلا طيب يعني انت شفت منهم ايه طيب قول القرامطة مثلا اهو دول باسم الصراع المذهبي دمروا الدين نفسه وضربوا الكعبة بالمنجانيق ودبحوا الناس يوم واقفة عرفة وخلعوا الحجر الاسود من مكانه ومنعوا الحج لأكتر من عشرين سنة حدش بيروح الحج طيب اضرب مثل بدول القرامطة لا هو خلاص هو ربط عندي ده ليه لان القرامطة مش موجودين دلوقتي الخوارج الابادية موجودين والشيعة موجودين والحكام موجودين وعايزين يفضلوا دايما موجودين فعشان يفضل دايما موجود يجي عامل عدو في عدو موافق للمقاييس الدولية اسرائيل طب تحصل ثورة المعلومات بقى وتبدأ الحاجات تختلف والناس تعيد نظر مش لايقى قوي الحكاية دي وبعدين الوقائع تبين ان الحوادث مش كده بقى مش عايز اخد اكتر في الحديث السياسي يعني كفانة بقى عامل اليهوديات طيب عايزين حاجة تانية بقى بوع بقى خطر قادم مد حرب قصف هو من امت القصف كان بيقضي على جماعات اصلا هو مش قلنا ساعة ما الامريكان هزوا طولهم وقالوا يلا يلا اجمعوا شوية فلوس كده عشان اضربلكو داعش وكتبت بوضوح ان ده هيؤدي الى انتشار داعش في الارض طيب في اليمن اليمن مقاسي يومية الناس مش عارفة تطلع الاخبار من هناك لان ما فيش نت ولا فيش بتاع ليه عشان المد الشيعي شيعي اوني لت ايه بس ما تتهد انتم بقى الكلام عن الكلام اللي فات ده كلام بسيط لذيذ الكلام بتاع صوم القلب كلام اخطر تحب ان اخط فيه ولا نأجله انت عزت تولعيها وخلاص دي ما فكرتش حتى الدنيا سيام طيب احنا احنا منعيد بناء بناء التصورات العامة ومناش دعوه بالضحكة الخبيثة اللي بتحكها في اخر صف محمد صلاح السجور دي ولا تأخذ حج علينا عشان هو سيء الطوية الموضوعات الكبرى بشكل مختلف كي يبنى الفكر المعاصر على اسس اكثر ثباتا بدل الحالة المائعة دي التي لم تؤدي بنا الا الى ويلات مبدئيا الاسلام الدين الاسلامي الحنيف مخترعش الصوم اه هو طبعا يعني ركن اساسي من اركان الاسلام الخمسة في الشك في كده يعني انما هو مخترعهوش الصوم فيه اراء اكثرها يعني معقولية انه من ضمن الاختراعات المصرية القديمة ليه لاسباب عملية الناس في وقت الفيضان او وقت الغمر يعني انه اللي بيبقى مليان مية ومغرق البتاع دي فلازم هيقعد شهرين ثلاثة علامة ايه المية تنزل عشان يزرع فالفترة دي فترة الصيف هي عموما بتبقى هما بيلبسوا خفيف زي ما بتشوفوا كده في المتاع فبيروحوا المعابد المعابد عادة بتكون في مناطق بعيدة يعني ما كانش تفكرهم زي دلوقتي كده كل واحد يلاقي منطقة عشوائية يزدها عشوائية بانه يعمل زاوية طب يعام يعمل مدرسة ما فيه زاوية يقولك لا لا عشان صدقة جارية بس بزنس طيب هما ما كانوش كده كان بيطلع برا ويعمل المعابد دي في مناطق ما بتكونش غالبا زراعية عشان ما توصل لها الميا في مناطق فبيطلعوا بمراكب ومعاهم ايه ايه الاكلة الشعبية في مصر القديمة الفسيخ وإيه المشروب الرسمي لمصر القديمة البيرة ما هما اللي اخترعوها اه ويعني ودي الحياة في السيخ بأشكال مختلفة يعني سمك مقدد او مملح مع القنينة او ازازة البيرة وكان في ازاز برضو على فترة بس وما كانوا بشوف فخار هذا النوع من المأكول والمشروب هي صح داخل المعابد ما صحش دي هتبقى بقى جننت الحيوان فبالتالي اليوم او الايام اللي هو موجود فيها في المعبد بيقلل بقى بقى وبيمنع الاكل في فترة معينة او او ما بيكلش اشياء معينة تقديرا للمكان فهو في هذه الحال صائن طيب جات المسيحية والمسيحية طبعا جات قبل الاسلام والسيد المسيح قال لهم يعني خليكم بنادمين بقى وعاشوا كويس وخليكم كده بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات لا مين يسمع صوم ليه اصل البابا مات هنصوم ثلاثة ايام وتعدي كم سنة اقصوم ليه اصل فيه مش عارف مين ده كان قديس ومات مبارح تنيح طب يعني هو تنيح استراح يعني فتكون النتيجة ايه ان الكنيسة الارتدوكسية المصرية بتصوم في السنة ماتين خمسة وخمسين يوم طيب جي الاسلام الاسلام لم يتدعي بنص القرآن انه استحدث هذه العبادة وقال بمنطل وضوح الاية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ماشي خدوا بالكوا احنا هنا بنكلم عن النص الاول القرآن الكريم نصوم ازاي اياما معدودات امتى اليوم المعدودات دول فيش خلال وذن شهر معين في السنة امتى الشهر ده في الفترة اللي داخل فيها الشتاء يعني ما بين الصيف والشتاء والشتاء في الفترة بتاعة الخريف عشان بيكون الجو اعتدل تمام 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 يبقى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد تكون فليصمها لانه المعنى واضح اللي قبل كده يعني الاختلاف في الضمير يصمه ولا يصمها بس السياق احنا طبعا احد اسس فهم القرآن مراعاة السياق اعصد ما فيش معنى وبعدين ده كتاب محكم واسمه محكم التنزيل فليها يقول اياما معدودات وهي شهر طيب والشهر ده بيجي امتى بيجي في وقت معين لهو قهر الصيف الحارق ولا هدئة الشتاء لان هدئة الشتاء دي ليها عبادة تانية ليها الحج سؤال الحج خلص ولا لسه طيب ما كده نقول الاجابة خلاص طيب خلينا في الصوم يبقى الناس القرآني يقول لها لا معلش معلش مهما اداكم الرسول فاخذوه ومناكم عنه فانتهوا طبعا هو جاب لنا القرآن وقال لنا بطله تقولوا اللات ومنات والعزة وكده وقال لنا القرآن يقول لك لا كان بيحب العسل طب ايه يعني سنة يعني فيه ناس عندها سكر ممكن تموت وكان بيحب الستات وحب بيلايه من طب يا سيدي ماشي هو بيحب الستات بسيوح ضعيف كان ما تولدش طبيعي تولد قيصري وبنيانه ضعفان وكان بيرضع حليب مجفف فما عندوش قدرة يقول لك لا السنة النكاح ومن رغب عن سنتي فليس مني يعني ايه يعني يتجاوز ثلاثة اربعة يبقى ما فيش سنة يقول لك ايه ما السنة يا الاصل التاني للإسلام طب يا سيدي لما نخلص من الاصل الاول نبقى نروح للتاني الاصل الاول اهو ما فيهوش لابس بيقول لك انها ايام معدودات في وقت محدد من السنة يرجع تاني يرد يقول لك سوموا لرؤيته وافتروا لرؤيته يا سيدي ده الناس التاني يقول لك ازاي ام الاحتفالات رؤية الهلال يقول لك ايوة لما وقفوا وقعدوا بقى اصح راحوا مدينوا الف درهم فرح ما فيه واحد تاني الناس استمسكت بالشكل ونست الموضوع والاصل الاول وما نص عليه طيب شهر 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 في القرن التاني راحوا لغوا النسيق فلما لغوا النسيق بقى تشهر ايه بالدور فبقى بيجي في عز الصيف تصوم برضو طب اصوم ازاي لرؤيته وافتروا لرؤيته طلعوا كده على المقطم وشوفوا كده لما تشوفوه تبقى تصوم طب والحج برضو لرؤيته لا ما عليش الحج حسب السعودية ما تقول لكم ليه هو كده عشان يوم معين طب ليه يوم معين القرآن واضح برضو فيه الحج يوم معلوم اسبوع معلوم الحج اشهر معلومات انتو عارفينها الفترة بتاعت قلب الشتاء دي الحج اشهر معلومات الاخر الايات بس مش عايز اخذ بقى في حتة الحج دي بس ما جرى هنا جرى هناك انه بقى الفهم التالي المبني على النص التاني هو المعيار اللي بيتم بيه الاستمساك بشكل العبادة مش بمعناها هذا هذا الاستمساك بشكل العبادة رأى الوفا النشوء خطير فقدمه تصور اخر هو صوم القلب في اطار اللي تكلمنا عنه مرة من شهر او شهرين حقيقة العبادات تفاكرين مش كنا تكلمنا عن العبادة وايه معناها ومستوياتها وكده وانها مش شكل خارجي فلما تيجي مثلا للمتصور ما عندهمش خالص التصورات طبعا هو بيلتزم على الجماعة وخلاص ويسوم معهم انه ما عندهش تعلق بظاهر هذه العبادة لانه عنده وعي او مفهوم هو صوم القلب اللي كتب فيه عمار البدليسي كتاب موجود بس مش منشور ده مخطوط هتلاقوا منه فقرات في كتاب فوائح الجمال اللي عن نجم الدين كبرى اللي انا عملته هتلاقوا فيه فقرات منه ازاي المعاني الرقية هلا خاص هلكوا دلوقتي واتعرض له عبد الكريم الجيلي في قصيدة الندرات العينية اللي كلمتكم عليها الشهر اللي فات ودي قصيدة طويلة هي تاني اطول قصيدة في الشعر الصوفي وفي جزء منها بيتكلم عن الفرائد الخمسة يعني فتلاقيه مثلا يطيل جدا في الحج ويقعد يحكي بقى على كل مفردة وشعيرة من شعائر الحج وايه معناها الاعمق يعني ولحظوا انه الوصول الى المعنى الاعمق لا يلغي الشكل الظاهر للعبادة عندهم يعني الا لما وفي الصلاة برضو فصل كتير اوى ابيات كتير لحد ما جاء عنده الصوم قلبيت واحد بس صيامي هو الامساك عن رؤية السوى وفطري اني نحو وجهك راجع تاني صيامي هو الامساك مش بقى عن الاكل والشرب عن رؤية ما سوى الله يعني يجتهد يجتهد هذا الصائم في ان يرى الله متجليا في كل حاجة تقع عليه يعني مثلا احنا شوفنا احنا شوفنا الوجد دا نقول الله عشان هو جميل لونه حلو فبقى سهل علينا ان احنا نرى الله متجليا يعني بجماله الالهي في دي دا دا عموم الناس الصوفي بقى لأ هيرى الله متجليا في كل شيء مش في الوردة وبس فنقول له حتى لو في حاجة وحشة يقولك ما فيش حاجة وحشة طب والبراكين والزلازل والبلوي السودة وداعش كلها تجليات الهية ما بيقفضهاش طبعا اكيد يعني نفسه بتميل الى تجليات الجمال الالهي في الصور الحسنة واكيد نفسه تنقبض من تجليات القهر الالهي في تجليات زي داعش وماعش والهوسة بس في النهاية هو يرى هذا وزاك تجليا لله فصيامه هو ان يمسك عن ان يرى ما سوى الله يبقى شاف شيء معتاد شاف شيء غير معتاد شاف شيء بيوضع في خانة الحسنة أو في خانة الجبروتة كل دا الله ولانه الانسان لا يستطيع ان يبقى على هذه الحال فترة طويلة فالصوم ايام معدودات في الشطرة التانية من البيت هيقول ايه ما هو الاول قال صيامي هو الامساك عن رؤية السوى وفطري اني نحو واجهك راجع يعني انا هيخلص وقت الصوم هرجع اشوف الناس يعني كل حاجة وهشوف نفسي وهفرح بالجرفات الجديدة وبالبنطلون الجنس والكدش المستورد الجديد ومعليش بقى ربما يعني دي النفس اللي انا هحاول اتغلب عليها لان دا مجال الجهاد الاكبر لو جهاد النفس يعني ليه لانه ما وانا بجاهد كده انا جايلك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه يعني انا مش هروح بعيد جايلك جايلك بس مقتديات البشرية ما انا لو قعدت اشوف الله متجليا في كل شيء طول الوقت هتجنن وهذهق من العالم الفعلي وهبقى زي الحلاج عايز اخلص مال فيقول له ما خلص بقى ويقول للمسلمين ما تموتوني بقى يلا عشان ننتهي هو زيق ليه لانه دام صومه فمش قادر يرتد لمقتديات البشرية الكلام ده مفهوم او مقتديات البشرية اللي هي احكام البدن مثلا والحس وكده لان دي اللي بيحفظ بيها نوعه بس وهو يفعل ذلك هو فاهم انه هو غصبا عنه كده كده كادح الى ربه كادح انفى ملاقية عشان كده قال ايفل صيامي هو الامساك عن رؤية السوا وفطري اني ارجع بقى للعالم الدنيا معناه اني نحو وجهك راجع برضو فهنا يتم تخلية الفريضة من شكلها الظاهر الذي يخرجها اصلا عن معناها ومضمنها وهدفها الاصلي الى التعلق بمحتوى ومعنى هذه الفريضة او تلك فيحصل ايه يحصل ترقي للنفس سمعنا في تاريخ التصوف كله انه طلعت جماعة صوفية زي القرامتة او داعش او العالم دي لا سمعنا عن واحد صوفي دخل الانتخابات واللي تسمعه بيقول الرئيس السيسي مبارح اقتل في البيان بتاعه اقتل قدام بتاع دي النقب العام مرسي وتسعة كمان عشان الواحد بعشرة ده ملوش اي علاقة بالتصوف نهائيا تصوف حاجة تانية خالص ووليد بقاله تلات سنين يقول لي خليها سنة التصوف بس ما هو لازم يتجهز عشان تستقبل هذه المعاني لان تصوف حاجة مش عايز اقول يعني فوق الاسلام لا بس في سقف الانسانية فت يعني هي متجاوزة مسألة ان انت بقى سني ولا الشيع ولا مسلم ولا يهودي لا هي في المنطقة الاعلى ما تقطعنيش تاني بس طبعا فوق المادة ليه السوفي يرى الصوم هو رؤية الله في كل الشيء لان عندهم تصور من حديث قدسي مش مشهور ان لله تعالى مئة خلق وسبعة عشر خلقا من جاءه بخلق منها دخل الجنة الكلام اللي هقوله ده ده شرح عبدالغني النابلسي صوفي متأخر مات سنة الفمية اربعة وثلاثين انه مش احنا بنقول ان الله قوي عزيز مقتدر عالم دي الاسماء ومشتركة مع الصفات ومنها اسماء صفاتية تمثل اخلاقا عام نواسع عليم الانسان باستثناء صفة الاحادية يقبل الاتصاف بالاسماء والصفات الالهية يعني يعني احنا بنقول اينشتاين عالم والله هو العالم نحط له القرف واللام علشان طيب صدام حسين كان قادر والله هو القادر يبقى يبقى يقبل أو تقبل النفس الانسانية الاتصاف بكل الصفات الالهية ما عدا صفة الاحادية فالامساك عن رؤية السوا هو محاولة لاستكشاف واستبصار التجليات الالهية في الكون ليجد الصوفي ما يناسبه وينعكس على مرآته بجلاء تام فيصبح ربانيا وده يودينا للحديث التاني القدسي اللي قال ابن تيمية اللي بيعتبر عدو التصوف أنه أصح الأحاديث التي يستدل بها أهل الولاية عليها إيه الحديث ده ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ويصبح عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر